عبد الرحمن عريس زف الرصاص نحو رأسه قبل زفافه وبني قبره قبل اكتمال منزل أحلامه حينما توقف البناء عند صوت أزيز رصاصة بددت حياته الشاب الثلاثة والعشرون عاماً يعمل تقنية تخدير راح ضحية استخدام أحد العراس القريبة الرصاص تعبيراً عن احتفالهم طلعنا نريد نأخذ قياسات البيت حتى يصبوا السطح مالته لأنه قرب موعد زواجه وهو خاطب واقفنا نحو سقط بالقاع بالأرض وقمع عليه بالبداية بدأ ينزف ما متوقعنا أنه هي كانت رصاصة بس كان أكو عرص قريب من هنا بعد ما أخذنا نقلنا المستشفى تبينت أنه هي رصاصة هذا البيت دي ابني بي دي تهيئ للزواج وهو يدام بالستشفى لي عموك فوقف هنا دي هيئ دي نظف البيت وجدتها طلقة طائش في المستشفى المحونجية أجراءاتها بسيطة وما متمكنة فالنقل بالأسعاف إلى مستشفى اليارموك استقبلنا مستشفى اليارموك أدخلنا مباشرة إلى صالة العمليات لأن الموضوع حساس وموما الانتظار في حصات أجريناك أجراءات تخديرية عن طريق تنفسه أوكسجين وغيره وأدوية لأن كان كل شيء بالنازل فأجي أختصاص الجراحة العصبية شاف الموضوع المفراز قال مستحيل أجراءها العملية رمي عشوائي لم تحده قرارات أو محاولات لإيقافه فلازلت الأرواح تتصعد على وقع احتفال أو حزن تطلق معه رصاصات الموت عالياً عشارياً اتفاق على دحر ظاهرة الرمي العشوائي خصوصاً من عشيرة عبد الرحمن التي وضعت قوانيناً لإيقاف هذه الظاهرة بعد هذا الحادث قرار عشائري سوف يكون هناك ردع قوي لمن يرمي عيارات نارية ويتسبب في الضرر والضرار للآخرين لأنه هذا نعتمد بقياساتنا العشائرية الضرر المتعمد والضرر المتعمد يكون قريب إلى القتل المتعمد فلذلك هناك قضاء عشائري سوف نفرض غرامات مالية واعتبارية لكل من يستخدم السلاح في المناسبات العامة قوانين الغاب ووطن انتشرت به وحوش تعتقد أن في الرصاص فخر تحتفل من جهة بينما تترك أحزاناً في قلوب أناس سيئاتهم الوحيدة إنهم يعيشون معهم في ذات الأرض هذه الغرفة الهيكلية غير المكتملة كانت بمثابة حلم كبير بتأسيس عائلة انتهت برصاصة طائشة استقرت في راسي عبد الرحمن من بغداد علي أسرد أراشيد